أكثر حول هذا الموضوع نربع طول الاتصال بيا سيدة حميدة شوشان باحثة في الأنتروبولوجيا من ولاية أباتنا أهلا بك سيدتي أهلا بكم صباح الخير بكم صباح الخير لكل المشاهدين في قناة المهار أهلا بك إذن انطلاقا من تصريح رئيس الجمهورية بأن نظام الاجتماعي تجمعت متان للديمقراطية الشركية في تسيير الشأن المحلي ما تدور هذه المجالس المحلية التقليدية في حل مشاكل الناس والنزاعة الداخلية نظام التجمعات هو نظام قديم من أقدم التنظيمات يعود إلى عدة قرون كان تم إنشاؤه بسبب رفض المجتمع التعامل مع المحتل والخضوع لقوانينه كما أن النظام التجمعات هذا هو مجلس إدارة تقليدي نجده بالخصوص في القرى والمناطق الأمازيغية في الجزائر يضم عقلاء وأعيان وحكماء المنطقة إنشئ لأجل حل ومعالجة مختلف القضايا خاصة من هذا الطابع الاجتماعي على غير قضايا الأسرة الزواج الطلاق الميراث ونزاعات الأرض جرائم القتل وغيرها يعني كما أن هذا النظام هو مؤسسة قبلية عرفية يعد فيما بالمجتمع هذا هو المرجع الوحيد والأول يعني يحتكم ليه في تنظيم شؤون القبيلة أو العشيرة والاحتكام إلى قوانينه العرفية يعني هما من خلال هذا الدور تعوى وسن قوانين عرفية ليلتجئ إليها وينصاعوا القوانين هذه ويطبقوها نعم طيب هل اليوم هذه المجالس مجالس العقالة مجالس الأعيان تاجمع ثو غيره هل هي موجودة حقا في القرى والمداشر في مثلا منطقة القبائل منطقة الأوراس يعني ولاية باتنة وغيره وفي ولاية غردايا وهذه الولايات المعروفة أنها أمازيغية نعم هو نظام تاجمع كما قلت منذ قليل أنه كان منذ قرون لكن يعني نلاحظه مؤخرا كان هناك تراجع كبير لهذا النظام ورغم ذلك أنه منزلت مناطق محافظة على هذا النظام خاص من القرى والمداشر الصغيرة لذلك تزال محافظة إلى من هذا على نظام كما قلت في مثلا منطقة بن مزاد في غردايا منطقة ورقلا منطقة الأوراس عنده كبائل مثلا في منطقة الأوراس لا يزال هذا النظام ساري في معظم المنطقة الخاصة منها الجبالية التي لا تزال تحافظ على نظام تاجمع يعني نحن على مقربة من إحياء سوق عيد الخاريخ المعروف في منطقة تكوت بوليس باتنة يعني هذه المنطقة لا تزال تحافظ على نظام تاجمع من خلال يعني هذا السوق ليس فقط للإلتقاء وتبادل السلع والمختلف المعروضات بل أيضا لحل نزاعات العالقة يعني كي نزاعات عالقة منذ سنوات خاصة عالقة بالأرض والميراث يتم حلها في ذلك السوق يعني ما زال تحافظ على هذا النظام هذا طيب لأكيد أن طريقة عمل هذه المجالس التقليدية هي العمل بوثق نظام الشورى أن هناك أعيان وهناك أشخاص يكونون كبار في السن وعقلة يحتكمون إلى شورى في حل هذه النزاعات هل لدى هذه المجالس سلطة في أنها تفرض بعض القرارات العرفية وحل النزاعات أم أنه أصبحت مجرد مجالس شكلية يعني يعني لم تعد مجالس شكلية فقط لأنه لها دور كبير لأنه ما زال عندها دور هذا لأنه هذه المؤسسة حاكمة على مستوى القرية أو العسيرة مثلا يعني تجمع بين السلطة السياسية والسلطة الإدارية إلى جمع السلطة القضائية يعني في سنة القوانين والالتزام بتطبيقها مثلا تكون عملية سرقة أو عملية اعتداء على أرض يعني هل جمع هذه المتكونة من عقالاء يعني أشخاص معروفين بالمراجحة العقل بينهم احتائما مسجد الأمين يعني كل واحد عنده دور تعوف تجمع يعني هذه القوانين يتمثنها تطبقوا على حذف رهيالي نعم طيب الأكيد أنه لهذه المجالس جانب آخر وجانب تطوعي جانب تكافل اجتماعي من خلال ربما جمع أموال تزويج الشباب وبعض المظاهر كالوزيعة وتويزة وغيره ما هي أهمية أو ما هي الأهمية التي تكتسيها هذه العمليات التطوعية في مساعدة سكان القرى والمداشر لتقع في هذه الأقاليم نعم هو دور تجمعات يعني خاصة في الشقة الاجتماعي المتعلقة بالحياة العامة للمجتمع يعني من تسميتها تجمعات أو الجماعة العربية تجمع فيها بالكلمة أمازيغية نرجعها العربية الجماعة هي مجموعة يعني هنا من خلال هذه التسميتها يعني نعرفه باللي هي منجزة لتكافل والتعاون الاجتماعي يعني أي حاجة تتعلق بالمجتمع رح تتكاتف هذه الجماعة من أجل مساعدة وتقديم التعاون يعني في مبيناتهم مثلا في حملات الحرط والحصاد نلقوا هذه التويزة اللي تكون عندها عامل جماعي بين أفراد المجتمع وللقرية هذه ومثلا في جمع الأموال وجمع الصداقات اللي تبرع بها ومساعدة الشباب في الزواج مثلا يكون في الجوائح المختلفة مثلا حرائق ولا يكون حريق يتم مكانة على القرية هذه ويعاونه هذا الشخص بهيع وضوله المخصائر تعمل طيب هل تراجع دور هذه المجالس مجالس الأعيان مجالس العقلات تجمعات وغيره في هذه المناطق هذه الولايات اللي فيها قرى ومداشر وفيها مشاكل تعتبر هي مشاكل بسيطة بالنسبة لحجم المشاكل العالقة في المحاكم ومجالس القضاء هل يوم ارتفاع عدد القضايا المتنازع عليها يعود بالأساس إلى عدم الاحتكام إلى هذه المجالس التقليدية ويمكن ربما الفصل في العديد من القضايا يعني بطريقة عرفية وبطريقة يعني ما بين المتخاصبين نعم هي رغم أنه القوانين العرفية اللي هي رأي سارية في هذه التجمعات إلا أنه احتكام إلى المحاكمة اليوم يعني نشوفوا باللي المحاكمة اليوم تعج بالقضايا حتى تكون تافيها يعني تكون بين جارو جارو يعني حاجة يمكن معالجتها محليا يعني دون الاتجاء إلى القضاء إلا أنه اليوم بسبب تراجع هذه التجمعات خاصة في المناطق الحضارية أصبح يعني الانتجاء إلى المحاكم أكثر من الانتجاء إلى التجمعات رغم أنه يمكن لتلك القضية حلها في زمن وجيز يعني في التجمعات يعني في مدة مثلا ربع ساعة ويتم حلها وديا وبطرق سلمية بدل الانتجاء إلى المحاكم يعني والانتظار وتأجيل وما يشهده ذلك من القضاء طيب شكرا لك يا سيدة حميدة شوشان باحثة في الانتربولوجيا من ولاية باتنا شكرا لك على كل ما قدمته خلال هذا الموعد الإخباري شكرا لك